ما حكم تخصيص أيام يدعى فيها للميت كاليوم الأول والسابع واليوم الأربعين وما سنن الدعاء المشهورة للميت وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند وضع الميت في القبر جزاكم الله خيرا ليس للدعاء للميت المسلم وقت محدد بل يدعى للميت المسلم في أي وقت الحمد لله أما تحديد الوقت يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على التحديد إلا ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فره من دفن الميت وقف عليه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الهان يسأل في هذا الوقت بعد الفراغ من الدفن استحب الوقوف على قبره والدعاء له بالمغفرة والتثبيت ومع ذلك فإن الوقت موسع للدعاء له في أي وقت كان ولا أصل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وتجب في بعض الأحيان ولكن تخصيص ذلك عند دفن الميت لا دليل عليه أحسن الله إليكم